اهلا بكم طلبة وطربات الصف الثالث الاعدادي ودرس جديد من دروس المراجعة هنتكلم النهاردة عن قاعدة F F باستخدمها عشان اربط ما بين جملتين وممكن استخدمها في بداية الجملة او في منتصف الجملة وكل حالة من حالات F بيكون لها استخدام مختلف وبيكون لها شكل مختلف في الحالة الاولى من حالات F باستخدم بعد F present symbol يعني مضارع بسيط وفي الجملة التانية باستخدم model verb in the present يعني احد الافعال الناقصة في المضارع وبعده باستخدم مصدر الفعل معنى الجملة ان لو عندي وقت فاضي بكرة فانا هزور عمي واستخدم الحالة الاولى للتعبير عن حدث محتمل الحدوث في المستقبل وممكن استخدم F في النص واقول I will visit my uncle if I have enough time tomorrow زي ما قلنا من شوية بنستخدم model verbs in the present في الجزء التاني من جملة F يعني ايه الكلام ده يعني ممكن استخدم كلمة will, can, may or might وطبعا لكل واحدة فيهم استخدام باستخدم will للتنبؤ بحاجة في المستقبل can للاستطاعة باستخدم may or might للتعبير عن الاحتمالية الحالة التانية من حالات if باستخدم بعد if الباست سيمبل وبعدها model verb in the past plus infinitive يعني احد الافعال الناقصة ولكن في الماضي يعني ممكن استخدم كلمة would could might plus infinitive وباستخدم الحالة التانية من حالات if للتعبير عن احداث غير محتاملة في المضارع او المستقبل look at the example if i had the money i would lend it to you ومعنى الجملة ان هو في المضارع مش مع فلوس وعشان كده مش هيسلفه ممكن استخدم الحالة التانية من حالات if للتعبير عن موقف تخيلي يعني ممكن اقول لك مثلا if i were a bird i would fly معنى الجملة لو كنت طائر كنت اهطير طبعا الحدث ده موقف تخيلي بحت عشان كده انا بستخدم فيه الحالة if الحالة التانية ونحب ننوي هنا على حاجة مهمة ان انا بستخدم كلمة where مع جميع الضمائر في الحالة التانية من حالات if للتعبير عن المواقف الغير حقيقية او المواقف التخيلية كمان ممكن استخدم حالة if الحالة التانية to express advice عشان اعبر عن النصيحة يعني بدل ما اقول لك you should see the doctor ممكن اقول لك if i were you i'd see the doctor وهنا استخدمت كلمة i'd كبديل ل i would وفي النجاتف ممكن اقول i wouldn't في الحالة التالتة من حالات if بستخدم بعد if past perfect وفي النحية التانية بستخدم model verb in the past plus have plus past participle يعني بستخدم what could might وبعد كده have والتصريف التالت look at the example if i had studied german i would have known the sentence يعني لو كنت درست الماني كنت عرفت الجملة معنى الجملة دي ان الحدث ده غير محتمل او مستحيل الحدوث في الماضي يعني ما حصلش في الماضي الكلام ده يعني لا هو درس الماني ولا هو عارف الجملة لو جالي سؤال rewrite يا ترى هاختار الحالة الاولى ولا التانية ولا التالتة بداية لو كانت الجملة اللي قدامك في السؤال هي جملة امره او جملة نه يبقى هنا على طول هستخدم الحالة الاولى look at the example don't eat too much rice or you will be fat وهنا في الجملة انا بنصحك في صورة نهي بقولك ما تكلش رز كتير وإلا هتتخن طيب معنى كده ان انا هقولك في الاجابة ايه هقولك if you eat too much rice you will be fat لو كانت رز كتير هتتخن وممكن اجيبها لك في صورة negative form واقولك if you don't eat too much rice you won't be fat لو ما كانتش رز كتير مش هتتخن لو كانت الجملتين في سؤال الريرايت مضارع والحدث مستحيل للحدوث في المضارع او المستقبل يبقى في الحالة دي هستخدم الحالة التانية من حالات if اللي هي بتاعت الماضي البسيط واستخدم وود او كود بلاس انفينيتيب look at the example I don't have enough money so I can't buy this car هو بيتكلم منه في الوقت الحالي مش معه فلوس كافية عشان كده مش هيقدر يشتري هذه السيارة يبقى معنا كده ان الحدث ده مستحيل الحدوث في المضارع او المستقبل يبقى الحل ان انا هستخدم الحالة التانية look at the answer if I had enough money I would buy this car ونلاحظ هنا ان انا عكست المعنى هو في الوقت الحالي في المضارع مش معه فلوس فانا باستخدم الحالة التانية مع عكس المعنى وبقول لو كان معه فلوس لو الجملة اللي قدامك جملة مثبتة حاولها للنفي ولو كانت منفية حاولها للإثبات زي الجملة دي يعني انه في الجملة الاصلية كان بيقول I don't have enough money قمت انا حاولتها للجملة المثبتة وقلت if I had enough money لو كان معايا فلوس كفاية اما لو كان الحدثين في زمن الماضي البسيط يعني جملة الرائد جاية ماضي بسيط والمعنى مستحيل للحدوث في الماضي يعني غير محتمل الحدوث في الماضي في الحالة دي هستخدم الحالة التالتة look at the example she didn't go to school because she was ill هي مراحتش المدرسة لانها كانت تعبانة في الحالة دي هستخدم الحالة التالتة مع عكس المعنى زي ما قلنا بطريق التحويل المنفي المثبت والمثبت لمنفي نشوف الإجابة مع بعض if she hadn't been ill she would have gone to school انا بقول لو ما كانتش تعبانة كانت راحت المدرسة لكن اللي حصل فعلي انها كانت تعبانة وعلشان كده ما راحتش المدرسة now time for practice في الجزء ده من المراجعة بتاعتنا هنتعرض لبعض الاسئلة ونشوف ازاي هنحلها مع بعض re-write the following sentences number one you should arrive early طبعا الجملة دي فيها كلمة should يعني نصيحة وعندنا الحالة التانية من حالات if استخدمناها للنصيحة لصيغة if i were you طيب نشوف الإجابة مع بعض هقول if i were you i'd arrive early لو انا منك كنت هوصل بدري number two unless she had studied hard she would have failed طبعا دي الحالة التالتة من حالات if وطبعا كلمة unless في الاول هي بتساوي كلمة if بس منفية يعني كنت بقول if not تمام؟ يعني كلمة unless معناها اذا لم عكس كلمة if وunless لها نفس الحالات بتاعت if بنفس الاسلوب ونفس الطريقة مع اختلاف المعنى طبعا طيب لما اجا استخدم unless في الجملة الجملة اللي بعدها unless ما بيجيش نفي يعني ما ينفعش هقول unless she hadn't studied ليه؟ لانا unless هي عبارة عن آآ رابط ونفي في نفس الوقت اللي هي if بس منفية طيب لما اجا حل الجملة زي كده هقول ايه؟ هنفك كلمة unless بif زائد النفي النفي هنا هيستخدم hadn't لانا في ال past perfect فهقول في الاجابة if she hadn't studied hard she would have failed. number three he didn't win because he was lazy. طبعا الجملة هنا زمانها past simple. تمام؟ وعندي رابط في النص اللي هو كلمة because اللي هي بتدل على السبب. لما اجي اه دخل كلمة if على الجملة طبعا if هنا جاء كابتا الليتر يبقى تحط في الاول. طيب هشغل الحالة. هنا هنا هستخدم الحالة التالتة ليه؟ لان انا عندي هنا استحالية حدوث او الحدث القدام دلوقتي مستحيل في الماضي. غير محتمل في الماضي بقى باستخدم الحالة التالتة اللي فيها الماضي التام. ومدى الفيرب would or could or might وhave or past participle. طيب هبدأ بالجملة هنا. هبدأ بالجملة اللي بعد because. طب لو عندي so ابدأ بالجملة اللي قبلها. تمام? ازا الحال هيكون كالاتي. هقول if he hadn't been lazy. ناخد بالنا بقى ان كلمة he was lazy اللي في الجملة الاصلية اللي وجبها لي ماضي بسيط. اتحولت للماضي التام. الجملة الاصلية اللي جاية بيسألني عليها جاية مثبتة. حولتها للنفي. يعني بدل ما قلت ان هو كسول او كان كسول قلت لا هو ما كانش كسلان. قلت لو ما كانش كسلان كان هيفوز. number four علي doesn't have time he doesn't visit his uncle. طبعا هنا الجملة present. يعني الحدث المقصود غير محتمل في المضارع. يبقى في الحالة دي هتطبق الحالة التانية ومنساش ان انا هعكس المعنى يعني الجمل اللي اتنين المنفياتين قدامي دول لازم يرجعوا تاني جمل مثبتة مع وضعهم في الصيغة الصحيحة اللي هي الحالة التانية. يعني وبعد كده اه احط المودال وبعدها الانفناتف. يعني هقول افعالي هاتايم he would visit his uncle. افعالي هاتايم he would visit his uncle. number five. هنا عندي كلمة so كرابط بيربطوا الجملتين. الجملتين في زمن يبقى معنا كده ان انا هستخدم الحالة التانية. الجملتين منفياتين يبقى معنا كده ان انا هحولهم جمل مثبتة في الحالة التانية. عندي اف هنا هستخدمها في نص الجملة. اخد بالك من الموضوع ده. لو موضوع ان اف في نص الجملة هتلغبطك اعملها عادي في اول الجملة وبعد كده ابدأ بدل الجملتين. طيب هنقول في الاجابة هلك could get the job if she were good at انجلش. هو هنا في الجملة الاصلي بيقول انها مش كويسة في الانجلش فهنا انا بقول لو كانت كويسة في الانجلش كانت هتحصل على الوظيف. number six. study hard to succeed. بيقول لك زاكر بجد لكي تلجح. طيب هندخل الاف في الجملة دي هنطبق الحالة الاولى لان انا عندي هنا الفعل امر. وتعود كده لما تلاقي الفعل امر او اه فعل منفي يعني امر منفي بدونت مسلا في الاول كدونت كزا. معنى كده ان انا هتطبق الحالة الاولى واستخدم اه ترتيب الجملة حسب المعنى. يعني هنا هقول if you study hard you will succeed. لو انت تزاكر بجد سوف تنجح. number seven this car is too expensive for me to buy. يعني بقول لك ان السيارة دي غالية جدا جدا بالنسبة لي لدرجة انني لا استطيع ان اشتريها. فهقول ازا لم تكن غالية جدا بالنسبة لي كنت هاشتريها. فهقول في الاجابة unless this car were too expensive for me i would buy it طبعا unless ما بيجيش بعدها نافي. يعني هي تنفي بس بدون وجود كلمة don't or doesn't او اي ادوات نافي. number eight he didn't study hard so he didn't succeed. عايز دخل if عليها والجملة ماضي ازا هطبق الحالة التالتة واعكس المعنى واقول if he had studied hard he would have succeeded. في الجملة الاصلايا بيقول didn't study ما زاكرش. لكن هقول انا في جملة if لو كان زاكر يبقى بعكس المعنى عن طريق ان انا بحاول الجملة من النافي الى الاسبات. وبكده نكون وصلنا لها الدرسين. اتمنى اكونوا استفدتم وتمنيتي بالتوفيق للجميع. شكرا لكم.